اهلا بكم الى موجز لاهم الانباء اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ان المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش الارهابي ضد الايزيديين صفحة مؤلمة وحزينة عبرت عن النهج والفكر الاجرامي والتكفيري لهذا التنظيم وعقيدته الدموية اذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ان صالح اشار بمناسبة الذكرى الخامسة لجريمة ابادة الايزيديين الى ان الشعب ينتظر الاسراء بالمصادق على مشروع قانون الناجيات الايزيديات بعد ان اعدته وانجزته رئاسة الجمهورية لضمان حقوق الناجيين المشروع وانصافهم وتعويضهم ماديا ومعنويا الى ذلك دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي لتكثيف جهود جميع الجهات المعنية الاسراء في اعادة اعمار سنجار مطالبا باقامة نصب تذكاري في قلب سنجار للشهيد الطيار ماجد التميمي الذي استشهد خلال حادث تحطم طائرته الهليكوفتر اثناء عملية تحرير وايصال المعنويات للمككوبين في الجبل قال الكعبي بحسب بيان لمكتبه ان ضحايا داعش من الايزيدين لازالوا بحاجة الى دعم حكومي على مختلف الصعد مؤكدا على ضرورة ان يأخذ المجتمع الدولي دوره في ملاحقة الجنات ومحاسبتهم على كل ما ارتكبوه من فضائع اجرامية ووحشية يندى لها الجبين هذا واقيم في العاصمة بغداد مؤتمر يزدى الثالث لاستذكار الابادة الجماعية للأيزيدين في سنجار ومناطق اخرى من محافظة نينوى بعد خمس سنوات على مرورها حيث طالب المجتمعون بتحقيق العدالة والامن واعادة الاعمار لمناطق تلك الشريحة التي عانت الكثير من ويلات داعش الارهابي تمر الذكرى الاليمة الخامسة لدخول داعش الى مدينة سنجار وقراها الامنة في جريمة تضاهي في بشاعتها اخطر جرائم الابادة التي عرفها التاريخ في سياق سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها داعش في باقي المناطق آنذاك لتحل هذه المناسبة وهي تستنهض فينا جميعا قيم الشجاعة والصبر والعمل من اجل سنجار واهلها بعد هزيمة مجرمي داعش واندحار اعتى عصابة عرفها تاريخ البشرية بجهود وبسالة ابناء العراق من القوات المسلحة بمختلف صنوفها وقوات الحجد الشعبي وقوات البيش مرقة والحشود الوطنية الاخرى نواد من خلال هذه المؤتمرات الاستمرار في اعلام وجود الجهات بمأساة الازدين وان الابادة مازالت مستمرة ونشرح لهم مطاليب المجتمع الازدي وما تعقق وما ننوي ونطلب من المجتمع الدولي والمجتمع العراقي ايضا تحقيقه مثل تحقيق مسألة العدالة وجلب مرتكبي هذه الابادات الى المحاكم العراقية والدولية بشكل شفاف حتى يحس الضحايا بنوع من العدالة تحققت لهم اليوم نحن موجودين في بغداد مؤتمر على مودي الدكرة الخامسة للابادة الايزيدية فبإمكانهم هم موجودين اليوم في سنجار وليس ببغداد حتى يحسون بنا ويشوفون مؤساتنا ويشوفون اش صار بسنجار ويش صار بأهالي اللي نبس النجار فنطالب بتشكيلتنا من أمم المتحدة والحكومة العراقية حتى يدورون على المخيمات هول ونحن نحن نساعدهم حتى ندور على المخيمات سوريا منهم مخيم هول ومخيمات العراقية حتى مخيم حمام علي فرلمانيا أكدت لجنة حقوق الإنسان النيابية أنها ستقوم بمراجعة وتدقيق الخطة السنوية للجنة المركزية لمكافحة الإثجار بالبشر لعام 2019 ومدى مساهمتها في معالجة الأسباب الجوهرية لهذه الظاهرة الخطيرة عضو اللجنة النائب قصي الشبكي أشار إلى أن قانون مكافحة الإثجار بالبشر الذي شرعه البرلمان يحتاج إلى مراجعة وتحليل النظر في مواضيع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العملي في إطال خطة وطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فقد شرع مجلس النواب العراقي قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لعام 2012 والذي جرم فعل الاتجار بالبشر وكانت خطوة مهمة ومنسجمة مع موقف المجتمع الدولي من هذه الجريمة ومع ذلك فإن هذا القانون يحتاج إلى مراجعة وتحليل للنظر في مواضع الخلل التي ظهرت خلال التطبيق العملي وذلك في إطار تطوير التشريعات الوطنية التي ظهرت خلال تطبيق العملي التشريعات الوطنية في هذا المجال كما تود اللجنة الإشارة إلى أن قانون مكافحة الاتجار بالبشر يجب أن يأتي في إطار منظومة قانونية متكاملة فيما بينها لكي يكون هذا القانون أكثر فاعلية أمنياً أعلنت قوات اللواء الثامن في الحجد الشعبي تكفيف إجراءتها الأمنية في قاطع البعيثة وقال الحجد في بيان أن هذه الإجراءات تأتي بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بوجود إرهابيين داخل المنطقة في قاطع البعيثة مضيفاً أن الإجراءات شملت اتخاذ حالة الإنذار لجميع أقسامها على سيما في السيطرة الخارجية أجرت المفتشية العسكرية العامة لوزارة الدفاع التفتيش الفحصي لمركز تدريب واسط حيث تم تفتيش كافة أجنحة وأقسام المركز وتأكيد على دقة الإصابات والاهتمام بشؤون الدوريات والمقاتلين الإدارية من أجل تخريج مقاتلين يعملون بمختلف الظروف ويكونوا أهلاً لخدمة الوطن والدفاع عنها تشرف مركز تدريب واسط بزيارة المفتش العسكري العام لوزارة الدفاع الفريق الركن عبد الأمير الشمري المحترم ومجموعة لتفتيش لأغراض إجراء التفتيش الفحصي لمركزنا من كافة الجانب التدريبية والإدارية والفنية والتدريب التعبوي والتدريب البدني حيث تم تنفيذ تمرين تعبوي من قبل فصيل التمرين والمظاهرات فصيل في التقدم والهجوم السريع حيث أجريت اختبارات اللياقة البدنية لكافة منتسبية المركز ودورات المفتوحة في مركزنا ومنها ركض ضاحية 2400 متر في أول اتفاق للاستثمار الحقول المشتركة وقع كل من العراقي والكويت عقدا مشتركا حول إعداد الدراسات الخاصة بالاستثمار الأمثل للحقول الحدودية المشتركة بين العراقي والكويت وقال رئيس الجانب العراقي عبد المهدي العميدي في بيان أن التوقيع على الأقد جاء تتويجا لأعمال اللجنة العراقية الكويتية وهي خطوة مهمة لتعزيز أواصل العلاقات الثنائية بين الأشقاء وتأكيدا على حرص الحكومة والوزارة على حل جميع المسائل العالقة بين البلدين والعمل على توسيع أفاق التعاون بينهما في جميع المجالات ومنها قطاع النفط والطاقة خدميا كشف محافظة البصرة أسعد العيداني عن إحالة عدة مشاريع للمحافظة ستصادق عليها وزارة التخطيط خلال الأسبوع المقبل العيداني أشار إلى أن تأخير الشروع بالمشاريع الخدمية في المحافظة حصلوا نتيجة الإجراءات الإدارية الروتينية نحن لحد الآن لم نحن ولا مشروع هسن تقول ليش وإحنا بدأنا بـ 10-1-8 وزارة التخطيط الأسبوع الماضي كملت لنا المصادقات طبعا تأخير مو من مجلس محافظة ولا من محافظة ولا وزارة التخطيط هذا الوضع الطبيعي أنه أنت يجب أن تصادق على المشاريع ويجب أن ترفعها المحافظة ووزارة التخطيط الصادقة الأسبوع القادم سيشهد توقيع مئة إحالة عربيا أكد البيان الختامي لجولة الثالثة عشر من مباحثات أستانا ضرورة تنفيذ الاتفاق حول إدلب مع اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وفق المعايير الدولية هذا واعتبر رئيس الوفد السوري إلى محادثات أستانا بشار الجحفري أن البيان الختامي لهذه الجولة من المفاوضات هو الأفضل لسوريا من ناحية مضمونه السياسي ومقاربته للوضع فيها نحن نشهد الحاضري في أستانا على أن هذا الإعلان هو امتحان واختبار للنوايا التركية لذلك قلنا وقف أطلاق النار في إدلب مشروط بتنفيذ إعلان سوشي بدوره يعلن مبعوث الرئيس الروسي لسوريا لكسندر لفرنتي فأن موسكو لن تسمح بأن يكون للمسلحين في إدلب منطقة هدوء يتمكن فيها من احتجاز ثلاثة ملايين شخص كرهاء ورحب لافرنتيف بمواقف دمشق على هدنة مشروطة في إدلب وصف نتائج مشاورات اليوم بالإيجابية نرحب بقرار الحكومة السورية لوقف إطلاق النار لكن الكرة الآن في ملعب المجموعات المسلحة وليس المعارضة المعتدلة ومع ضرورة استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيب بإدلب لن نسمح لأنفسنا بأن تتحول هذه المنطقة إلى منطقة هدوء حيث يمكن للمنظمات الإرهابية احتجاز أكثر من ثلاثة ملايين مدني تحت تهديد السلاح واحتجازهم كرهاء وبشأن الحرب الحاصلة في اليمن نعلن المتحدث باسم قوات الحوتيين عن انطلاق صاروخ فاليستي باتجاه معسكر للجيش السعودي قبل نجران ما أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوفه وأكد المتحدث الرسمي العميد يحيى سريع أن الصاروخ الفاليستي أصاب هدفه بدقة عالية منوها إلى أن هذه الضربة أتت بعد عملية استخبارية دقيقة لتجمعاتهم في المقابل نفى مصدر الرسمي في التحالف الذي تقوده السعودية أنباء تداولتها وسائل إعلام حول سيطرة قوات تابعة للحوتيين على مواقع عسكرية سعودية في نجران وجيزان خلال الأيام الماضية وأشدد المصدر على أن الجيش اليمنية الموالي للرئيس عبد ربا مصور هادي وبمساندة من قوات التحالف أصبح على عمق عشرات الكيلومترات في محافظة صعدة وحجة باليمان أقليمياً أفضت صحيفة نيويورك الأمريكية بأن وزير الخارجي الإيراني محمد جوا الضريف تلقى الشهر الماضي دعوة مفاجئة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لزيارة الولايات المتحدة ولقائه ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي وإيراني دبلوماسي قولها أن هذه الدعوة سلمها إلى ضريف السيناتور الجمهوري راند بول الذي التقى عميد الدبلوماسية الإيرانية في مقار سفير طهران بن نيويورك في الخامس عشر من يوليو أخيراً أجلت السلطات سكان قرية أربين في منطقة البترة جنوبي كندا تحسباً لاحتمال حدوث تلوث كيميائي في المنطقة بعد حادث خروج قطر يحمل مواد قابلة للاشتعال في سكتة وسائل إعلام أفادت بأن ما بين 12 إلى 15 عرب تحمل مادة خطيرة خرجت عن القضبان وبداخلها مواد قابلة للاشتعال لم يتم تحديد نوعها ختم الموجز ونذكر أنكم تستطيعون متابعتنا على مواقع فيسبوك وتويتر وإنستغرام ويوتيوب إلى اللقاء